السؤال بعد كده بيقول السلام عليكم لو سمحت يا شيخ جوزي قاعد مسافر سنة ونزل في رمضان وحصل علاقة أثناء الصيام ايه كفرتها احنا بنمشي حديث رسول الله صلى الله واضح حينها ان الرجل جاء للرسول الله صلى الله قال هلكتو يا رسول الله حاضر تنامي بكنش يحب ان الناس تقول عن نفسها الكلام ده وكان الرسول الله بيقوله طب واحدة واحدة قل لي عملت ايه قال له وقعت على اهلي في رمضان قال خلاص سم ستين يوم قال له الله ما قدرش قال له طب بطل من ستين مسكين قال له يا رسول الله لا اقدر لا اجد قال له طيب طب وبعدين فرسول الله قال له خليك قاعد هنا فإن لا حاصل فرح قال له فلما جاء له قال له ايه رح جاءت له كده كده عزق من تمر كده جاء له كده فرح عزق نبي ده يقوله وقال له ايه يعني خلاص طلع ده في كفارة الجمع فقال له يا رسول الله اعلى افقر مني فوالله ما بين لابتيها من هو افقر مني فرسول الله سأل له جعله في اهلك يعني غليه في اهلك يعني اطعم فيها اهلك يعني فالحديث اخذ ان الشخص اول حاجة لازم نشوفها ان هو يطعم ستين مسكين ان هو يصوم ستين يوم يصوم ستين يوم بس هو مش هيصوم ستين يوم بس ده هيصوم واحده ستين يوم يعني ادي ستين يوم اهو دي الكفارة ويصوم يوم مكان اليوم اللي افطاره طيب طيب وانا بتسأل بقى الستة انا بقى اعمل ايه هتصوم يوم واحد ازاي يعني هو يصوم ستين يوم واحده ستين يوم وانا سوم يوم واحده اه ليه لان هي افطرت بان هي داخل شايفي كفها فافطرها فهي عليها يوم واحد بس ليه طيب واحد يجي يقول لي بقى انتما انتما انتغلبوناش طبعا الستات هنا ما مش هتقول لي بين المسواب ان الرجل والمرأة ولكن انا اوضح ايه اللي حاصل ان الرجل لما عمل كده هو راح لحضرت النبي في حضرت النبي قال له ايه يصوم ستين يوم وهي بقى يوم القضاء ويصوم يوم للقضاء يعني هو يصوم واحده ستين يوم عندنا قاعدة في اصول الفقر مهمة اوي اوي بتقول لنا ايه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة يعني ايه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة يعني لو كانت الست عليها صيام ستين يوم ما كانش حضرت النبي بأخر البيان كان قال له ايه انت عليك تسوم ستين يوم وهي كمان عليها ان هي تسوم ستين يوم اما وان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش كده يبقى نرجع الى المسألة التانية اللي هو الى النظام المعتاد بان من دخل جوفه شيء يصبح مفطرا فيبقى عليه يوم طب الراجل حضرت النبي قال له سوم ستين يوم يبقى الراجل يصوم ستين يوم وعليه برضو ان هو انتهك مسألة الامساك عن شهوة الفرج فيصوم يوم عن ده يبقى هو يصوم واحد وستين يوم وهي عدد سوم يوم واحد بس طب اذا ما كانتش يقدر يصوم الستين يوم هيعمل ايه؟ هيطعم ستين مسكين يبقى المسألة واضحة هو يصوم واحد وستين ويعد سوم يوم واحد بس ويبقى كمان احنا محتاجين ان احنا نتوب الى الله سبحانه وتعالى لانها معصية كبيرة اشتركوا في القناة